ازايكو يا حبيبي عاملين ايه؟ النهاردة بنتكلم مع بعض عن احداث وتسريبات الحلقة 158 من مسلسل حيران تعال نشوف احداث الحلقة مشوقة جدا واخيرا فاكرين تحليل الدي ان ايه الحمض الناووي يعني اللي كان عامله عدنان علشان يشوف اذا كان ابنه ده ولا لأ اللي مات طبعا الموضوع ناموا عليه كتير وبعد كده الراجل قال لهم اصبروا شوية لما نتأكد ولو هي جثة ابنكو هنخليكو تدخلوا تشوفوها ساعتها العيلة مشت وتأثاروا زي ما احنا شوفنا وقالوا ان جمال مات وعملوا عزة وكانت الاجواء حزينة جدا يعني وساعتها انا قلتلكو يا جماعة هما ليه بيعملوا كده المفروض يستنى النتيجة طيب الاول طبعا هما استعجله في الكلام ده لكن النتيجة بقى بتطلع وبتطلب الشرطة من سهيل يجي على المركز وسهيل بيروح على المركز علشان يشوف عايزين ايه بالزبط وبيتفاجأ سهيل ان تحليل الحمض النووي مش لجمال اصلا وساعتها بتكون صدمة طبعا يعني اللي الجثة اللي تحرقت دي مش لجمال امال احنا هزلنا على مين وزعلنا على مين يعني جمال عايش امال هو فين ومرجعش ليه بتكون صدمة وفي نفس الوقت فرحة يعني وسهيل لما بيعرف الخبر ده هيروح يقول لعدنان والكل العيلة اللي هيكونوا طبعا متفاجئين ازاي يعني دي مش جثة جمال امال الحاجة بتاعته دي كانت لمين ما دي حكته اللي كانت موجودة جنب الجثة وطالما دي مش جثة جمال يبقى جمال نفسه راح فين واختفى فين وبيكون عندهم امل بسيط ان هو ممكن يرجع طيب عدنان قبل ما يعرف موضوع ده من سهيل بيتكلم قدام مديحة اللي كانت متأثرة جدا وصعبان عليها فريدة وعدنان بيقول لها ان فريدة السبب في مقتل جمال ومتجيب السريتها في البيدة تاني ما كفكش اللي عملته هي السبب هي وخطبها هم اللي قاتلوا ابنك مساعدها مديحة بتقول ما اعتقدش طبعا فريدة ما تعملش كده وبتدافع عنها لكن عدنان كان برضو مصر على ان هو يتهم فريدة مهند بيشوف التليفون موجود عنده فبيستغرب وبيسأل التليفون ده المين وبها بيقول له ايوة يا ريس انا شفت التليفون ده بالفعل عندك في العربية لكن انا كنت فاكر بتاعك ساعتها مهند قال لا التليفون ده مش بتاعي مين الغريب اللي دخل عندي العربية وحطي لي التليفون ده وليه حطه مهند بيفضل يفتكر مين اللي ممكن يكون حط التليفون في العربية وحيوصل ان سمر هي اللي كانت معاه وحيرجع كده في فلاش باك وحيقول ان هي سمر قريتلي انزل هاتلي اكل وانا دايخة وكلام من ده هي اللي حطت التليفون طيب حطت التليفون ليه وعايزة مني ايه ده اللي حيبحث وراء مهند وحيروح لسمر علشان يواجهها بكل ده ويقول لها انت ليه عايزة تحطي التليفون ده عندي وايه اللي انت بترسمي عليه وبتخططي الايه بالزبط طبعا باين كده ان جمال مش هيرجع تقريبا برضو الحلقة دي وجمال لسه بيبحث وراء موضوع الحريق وفريدة وسمر وسهيل والتخطيط بتاعهم كل ده بيبحث عنه اول ما يوصل لحاجة هيرجع على طول وبالتالي ممكن ما نشوفوش كمان في احداث الحلقة الجاية وطبعا هتكون مفاجأة قوية لعيلة عدنان بنتيجة التحليل بتاعت دي ان ايه وان الجثة مش بتاعت ابنهم هتكون صدمة قوية وحيسأل نفسهم يا ترى فين راح جمال بينما هند بتحاول ان هي تكون جانب كمال وخايفة ان هو يسيبها ويمشي ووسام بيحاول يزبط علاقته مع روايدة علشان خايف برضو ان هي تسيبه في يوم من الايام وفريدة بتبدأ تشتغل وبرضو بتفكر في جمال في الشركة وترقبوا الصورة دي قريب جدا والمشهد ده ان شاء الله هنشوفه قريب من احداث المسلسل لما يرجع جمال على بيت عدنان ويثبت كل حاجة ويفضح ابوه والحريق اللي عمله لأهل صمر وفريدة هايثبت ان فريدة وصمر اخوات وكمان المخطط بتاع سهيل وصمر مع بعض وكمان برائد فريدة هتظهر من غير سليم ممكن يكون فيه وسيلة تانية لإثبات برائد فريدة غير سليم لان سليم بعد ما خلص المشاهد بتاعته البطل يعني او الممثل اللي قدم دور سليم سافر على طول يا ما ممكن يكونوا يعني عندهم تصوير لي كانوا مصورين في ساعتها يا اما جمال هيكتشف الحقيقة وحيزبط البراء هو عن طريق اي دليل تاني لان احنا دلوقتي في اصر السرعة واكيد في دليل تاني مستخبي في لابتوب او في اي حاجة الفيديو بيخلص ربيك ولنا الاعجابك واشوفكو على خير في فيديو تاني وتسريبة جديدة لمسلسل حيرة احبكم كل شي هوايا واشوفكو على خير باي باي